حملة أمنية تقول السلطات الحكومية إنها تسادف شبكات التهريب وعصابات الاتجار بالبشر عشرات المعتقلين في الحملة التي انطلقت في منطقة البتاويين ببغداد من بينهم عدد من الجنسيات غير العراقية في وضع إقامة غير نظامي وهو ما يطرح سؤالا مهما بشأن التأخر كل هذا الوقت في القيام بهذه العملية مصادر أمنية قالت إن العملية هي الأولى من نوعها منذ سنوات مشيرة إلى العثور على أسلحة وبنادق غير مرخصة ومكاتب لتحويل العمولات تديرها أوساط الجريمة المنظمة فضلا عن معامل غش صناعي ومكاتب نقل بضائع غير مجازة ويؤكد ناشطون أن العملية المتأخرة تستهدف صغار المجرمين وتتغاضى عن الرؤوس الكبيرة والمتنفذة التي تقف وراء شبكة دعارة ومخدرات واتجار بالبشر وقالت مصادر في الشرطة إن غالبية منتسبيق والأمن يعرفون من يدير هذه الشبكة لكن لا أحد يجرؤ على الكشف عنهم فيما يؤكد ضباط في وزارة الداخلية على أن شبكة البتاوين للاتجار بالبشر والمخدرات تدر أموالا ضخمة على أشخاص متنفذين في القضاء والميليشيات وأحزاب معروفة واصفين تلك الشبكة بأنها مشروع سياسي تجاري مشترك بين زعماء معروفين وعز هؤلاء الضباط الكشف المتأخر عن الشبكة إلى خلافات على الحصص وانتقام بين زعمائها الأمر الذي دفع السلطات الحكومية إلى التعجيل بالانقضاض عليها لكن أي من زعماء الشبكة لم يكن بينهم فهم بمثابة خط أحمر لا تجرؤ السلطات الحكومية من الاقتراب منهم ويعاني العراق بحسب تقارير صحفية من انتشار الجريمة المنظمة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة حيث لا تمثل شبكة البتاوين إلا الجزء الضئيل من حقيقة ما يجري فقد صار الاتجار بالبشر بمثابة اقتصاد موازن لزعماء ميليشيات وشركات ومسؤولين متنفذين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر